هذا وأشهد سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم إذن أهارا بكافة الأدوار الفاعلة التي تبذلها مصر من أجل إنهاء الأزمة في السودان مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وتجنب إصابة المدني ودع أهارا إلى تخصيص ملياري دولار لسد احتياجات الأزمة الإنسانية في السودان نقدر كل الأدوار الفاعلة التي بذلتها مصر وكل الدول الأخرى التي ساهمت بشكل فعال اليوم في البداية وفقا لجدول الأعمال لا بد من وقف إطلاق النار لا يوجد أي تبرير لهذه الحرب ولكننا نتمنى أن نحقق نتائج مثمرة في هذه اللقاء وأن يكون هناك حل نهائي إن الشعب السوداني أنهيك وقد تعب ويتطلب الآن وقف إطلاق النار وندعو لتخصيص 2 مليار دولار لهذه الأزمة الإنسانية وكذلك خلال هذه المساهمات المشتركة من كافة الدول نحن نثمن هذه الجهود ولكن لن يكون لهذه التنويلات جدوى إذا لم يكن هناك مصار آمن للمساعدات الإنسانية اشتركوا في القناة